أمس الكل يتحدث عن الشروط التي قدمتها إسرائيل للولايات المتحدة لإيجاد حل دبلوماسي لوقف الحرب على لبنان في وثيقة تم الكشف عن تفاصيلها بعد زيارة المبعوثة الأمريكي أموس هوكشتاين إلى لبنان لمناقشة حلول الصراع بخصوص هذا الموضوع نتابع ما نشرته العربي الجديد أكد الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين من بيروت بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري التزام حل النزاع استنادا إلى قرار مجلس الأمن 1701 مشددا على أهمية تطبيقه وتنفيذه ومعربا عن ضرورة منح الشعب اللبناني الثقة بأن الأمور ستختلف هذه المرة بعد 18 عاما من عدم التنفيذ أيضا تغريدة أخرى صالح غريب يقول المبعوث الأمريكي الخاص للبنان المجتمع الدولي وواشنطن ملتزمون بإعادة بناء لبنان الجيش اللبناني بإمكانه حماية لبنان وحدوده وموانئه زيارة تهدف لوضع أسس لإنهاء هذا النزاع من خلال تطبيق القرار 1701 بعدل وشفاء وأيضا تغريدة أخرى بخصوص هذا الموضوع من أحمد لمبعوث الأمريكي هوكشتاين يحاول فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة لكن الحزب لا يرفض ذلك ويؤكد على ترابط الجبهات وعدم انفصال مصير لبنان عن المقاومة الفلسطينية ويصر الحزب على الرد بتصعيد عملياته العسكرية لإرغام إسرائيل على التفاوض وفق الواقع الميداني ترجمة نانسي قنقر